احتفلت الكويت بالذكرى السنوية الثانية للتكريم الأممي التاريخي بتسمية الكويت بلداً للعمل الإنساني وسمو الأمير قائداً للعمل الإنساني وهو التكريم الذي جاء تقديراً للجهود المبذولة في تمكين الأمم المتحدة من مواجهة الحروب والكوارث الإنسانية الذكرى السنوية الثانية لهذا التكريم تخلى لها تعبير الكويتيين عن فخرهم بهذا اللقب والذي أكدوا أنه جاء تتويجا لجهود سمو الأمير المباركة في العمل الخيري والإنساني كما أنها جاءت اعترافا دوليا بالجهود والعطاء الإنسانية احتفلت الكويت اليوم بذكرى تسميتها من قبل الأمم المتحدة كبلد العمل الإنساني وبتسمية سمو الأمير قائدا للعمل الإنساني تسمية الكويت وأميرها جاءت تقديرا لجهود سموه التي ساهمت في تمكين المنظمة الدولية من مواجهة ما يشهده العالم من معاناة وحروب وكوارث الكويت والتي تشهد منذ عام 2014 إقامة فعاليات منتدى الكويت الدولي للعمل الإنساني السنوي بمشاركة جهات حكومية وأهلية ودولية لتحقيق أهداف مشتركة لخدمة العمل الإنساني كانت قد استضافت المؤتمرات الثلاث الأولى للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا إضافة إلى اهتمامها بكل الغضايا الإنسانية في العالم والتي يأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد اليوم برقية تهنئة من أخيه سموه للعهد الشيخ نواف الأحمد أكد فيها أن تسمية سموه كقائد للعمل الإنساني جاءت تتويجا لجهود سموه الجليلة في العمل الخيري والإنساني كما أنها جاءت اعترافا دوليا بالجهود والعطاء الإنساني لسموه حول العالم ولمبادرات سموه التي وضعت الكويت على خريطة العمل الإنساني حتى باتت تحظى بمكانة دولية رفيعة واستحقت عن جدارة لقب مركز العمل الإنساني وفي كلمة الوزير الإعلام وزير الشباب شخص المال لحمود بالمناسبة أشار فيها إلى أن التكريم الأممي لسموه الأمير شكل علامة فارقة تتجدد سنويا في تاريخ الكويت بقيمها وموثلها السامية وقال لحمود أن هذه المناسبة تمثل تكريما لكل كويتي وللأياد البيضاء في هذه الأرض الطيبة التي بلسمت جروح المنكوبين وخففت معاناة الملايين حول العالم وسطرت صفحات من ذهب في تاريخ الإنسانية